السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي التلميذ المستوى الثاني متوسط اواصل معكم اخر درس من المقطع التعلمي الخامس والاخير المستحثات عنوان الدرس ما كانت المستحثات في تصور الاوساط القديمة سوف استعين بمطبوعة عمل اعرضها عليكم تابعوا بطاقة التلميذ العلاقة بين المستحثة ونوع الوساط قبل الاستحاثة اليكم هذا النص العلمي الذي اقرأه عليكم الماموت حيوان منقرض شبيه بالفيل لكنه اضخم منه وشعره اكثف وقرونه اطول اذا ها هي مستحثة لحيوان يسمى الماموت الفيلة حيوانات عاشبة بمعنى من اكلات الاعشاب تفضل البقاء بالقرب من المياه العذبة اذا ها هو الفيل بنسبة للماموت حيوان منقرض غير موجود الان لكن الفيل ما زال يعيش حاليا الماموت هذا وجدت مستحثة له سوف اواصل القراءة تابعوا تم اكتشاف مستحثة للماموت على رمال سيبيريا المتجمدة كاملا بالهيئة نفسها التي مات عليه اذا وجدت مستحثة للماموت اين على رمال سيبيريا المتجمدة اذا سيبيريا عبارة عن منطقة متجمدة تم ايجاد مستحثة للماموت كاملا بالهيئة التي مات عليه بما انه حيوان منقرض لا نعرف عنه شيء وجدنا شبيها له الا وهو الفيل وسوف نرى او نقارن الفيل بالماموت بما ان الفيل حيوان عاشب فالماموت يمكن ان نفترض انه كذلك حيوان عاشب بما ان الفيل يفضل البقاء بالقرب من المياه العذبة فالماموت سوف يكون نفس الشيء كذلك يفضل البقاء بالقرب من المياه العذبة لكن هذه المستحثة للماموت وجدت على رمال سيبيريا المتجمدة هل كانت في سيبيريا مياه عذبة لم تكن هناك انما هي منطقة متجمدة سوف نواصل مع النص العلمي الثاني الذي يتحدث عن المرجانيات بنسبة للمرجان عبارة عن حيوانات تبني دعامة كلسية داخل اجسامها تدعى المدخنة تعيش في مستعمرات المياه الاستوائية مياه صافية وساخنة على عمق ضعيف مشكلة ارصفة مرجانية تشكلت منذ حوالي عشرين مليون سنة ها هي الصور بالنسبة للمستحثة المرجانية التي وجدت في مدينة بشار التي تعتبر منطقة سحراوية يعود تشكولها الى ما قبل عشرين مليون سنة وها هي صورة حقيقية للمرجانيات التي تعيش حاليا في المياه الاستوائية الصافية والساخنة اذا هذه المستحثة للمرجان وجدت في منطقة سحراوية هل في مدينة بشار بسحراء الجزائر توجد مياه صافية وساخنة اكيد لا اذا لماذا وجدت هذه المستحثة في منطقة سحراوية يا ترى سوف نكتشف هذا الامر بعد حين نواصل مع النص العلمي الثالث الذي يتحدث عن نبات الصرخص اقرأ عليكم تابعوا تكثر الصرخيص في المناطق الاستوائية اين يصل طول نبات الصرخص حوالي عشرة امتار ها هي صورة لنبات الصرخص الذي يفضل العيش في المناطق الاستوائية تذكروا معي درسنا في الفصل الاول ان نبات الصرخص هو نبات ظلي يتنافس على الظيل مع بقيات النباتات الاخرى كما انه يحيب كذلك الرطوبة وجدت مستحثة لنبات الصرخص في صحراء مثل نبات الصرخص في منطقة الصحراوية بالجزائر سوف نجيب عن هذا اركزوا معي جيدا سوف نناقش بنسبة لحيوان الماموت الذي هو منقرض حاليا وجدت مستحثة له اين على رمال سيبيريا المتجمدة منطقة متجمدة بالهيئة نفسها التي مات عليه هل في سيبيريا المتجمدة يوجد احشاب؟ بما انها متجمدة فاكيد الاحشاب تكون قليلة هل يوجد بها مياه عذبة؟ اكيد لا لان كل المياه سوف تكون في حالة متجمدة لكن هذا الماموت توفي قبل ملايين السنين اذا في وقت الذي توفي فيه هذا الماموت اكيد سيبيريا لم تكن متجمدة بل كان بها نبات لكي يتغذى عليه هذا الماموت وكانت هناك مياه عذبة لان الماموت يفضل البقاء بالقرب من المياه العذبة فوجدت الظروف الملائمة لعيشه فكان يعيش في هذه المنطقة بعدها توفي بعد ملايين السنين تحول الى مستحاثة ومناخ المنطقة تغير واصبح متجمد فعثر على هذه المستحاثة من هنا نكتشف انه منطقة سيبيريا قبل ملايين السنين لم تكن منطقة متجمدة انما كان مناخها معتدل بها مياه عذبة وبها نباتات وحيوانات بالنسبة للمرجانيات نفس الشيء صحيح ان المستحاثة وجدت في منطقة سحراوية بمدينة بشار ومن سابع المستحيلات ان يكون حاليا في سحراء الجزائر ان يكون بها المرجان لعدم وجود المياه الصافية والساخنة فيها لكن في قديم الزمان في بشار سحراء الجزائر كانت هناك مياه صافية وساخنة تعيش فيها هذه المرجانيات فتوفيت هذه ماتت هذه المرجانيات وبعد ملايين سنين عشرين مليون سنة قريبا تحولت هذه المرجانيات الى مستحاثة فوجدوها لكن مناخ بشار قد تغير واصبحت سحراء وفي قديم الزمان بما انه كانت تعيش فيها المرجانيات اكيد المناخ لم يكن جافا انما كان معتدلا كانت جنة خضراء تعيش فيها المرجانيات حاليا تحول المناخ الى حار وجف وتم العثور على هذه المستحاثة نفس الشيء بنسبة لنبات الصرخص الذي تم ايجاد مستحاثة له بسحراء الجزائر بلدية عينى مناص ولاية اليزي يعود تشكلها لملايين السنين من هنا نكتشف ان بلدية عينى مناص ولاية اليزي في قديم الزمان كان يعيش فيها او ينمو فيها نبات الصرخص لان بها ظل مناخها معتدل لكن بعد موت هذا النبات تحول الى مستحاثة بعد ملايين السنين تغير مناخها واصبح مناخ حار وجف طلب منا هنا في التعليم ما فائدت دراسات المستحاثات كجواب عن هذه التعليم ماذا نقول اذا اهمية دراسة المستحاثات سوف تمكننا دراسة المستحاثات من تعرف على المناخ المناخ الذي كان يسود قديما في تلك المنطقة التي وجدت هذه المستحاثة مثلا بنسبة لحيوان الماموث الذي عثرة في سيبيريا مكننا من ان نتعرف على ان سيبيريا المتجمدة كانت في قديم الزمان بها مناخ معتدل بها مياه عذبة بها اعشاب ونباتات متنوعة نفس الشيء بنسبة للمرجان المستحاثة التي عثرت في بشار بسحراء الجزائر هذه المستحاثة مكانتنا من معرفة بان مدينة بشار في قديم الزمان لم تكن سحراءا انما كانت جنة خضراء بها مياه صافية وساخنة بها شلالات وديان انهار لكن تغير مناخها واصبحت صحراءا ذو مناخ جاف وحار نفس الشيء بنسبة لبلدية عينامناس ولاية اليزي التي هي عبارة عن صحراء وجود مستحاثة نبات الصرخص اعتذر فيها يمكننا من معرفة ان هذه البلدية وهذه الولاية لم تكن في قديم الزمان صحراءا انما كانت جنة خضراء بها ظل وهذا الظل سمح بنمو نبات الصرخص الا انه تغير المناخ بعد ملايين السنين واصبحت صحراء قاهلة بمناخ حار وجف السؤال الثاني يقول ادرس النص العلمي صفحة 137 من الكتاب المدرسي ثم اقترح فرضية حول اسباب اختفاء الديناصورات اذا سوف نستعين بالكتاب المدرسي اذا اقرأ عليكم التغيرات البيئية الكبرى وتوزع الكائنات الديناصورات زواحف مرعبة كائنات من شعبة الفقاريات كانت تهيمن على سطح الكرة الارضية مدة ملايين السنين وقد سهل انتشارها كون اليابسة وقت ذاك قارة واحدة فعثر على اثارها في مختلف قارات العالم الحالية بما فيها افريقيا افريقيا سوف اشرح الديناصورات عبارة عن زواحف مرعبة املاقة كانت احتذر عبارة عن كائنات من شعبة الفقاريات لديها عمود فقري كانت تهيمن على سطح الكرة الارضية مدة ملايين السنين بمعنى كانت تعيش على سطح الكرة الارضية لمدة ملايين السنين وقد سهل انتشارها في الكرة الارضية لان اليابسة وقت ذاك كانت قارة واحدة وهذا سوف تتطرقون اليه في برنامج سنوات ثالثة متوسط على ان الكرة الارضية في قديم الزمان كانت يابسة واحدة يحيط بها محيط واحد اذا بما ان القارات كلها كانت قارة واحدة مختلطة اكيد الديناصورات كانت سهل عليها ان تنتقل على هذه القارة الواحدة اذا سهل انتشارها كون ان اليابسة وقت ذاك قارة واحدة فعثر على اثارها في مختلف قارات العالم الحالية بما فيها افريقيا اذا في افريقيا وجدت اثار لمستحثة الديناصورات اواصل القراءة فرضية استدام الارض بحجر نيزكي وجدت اثاره بالمكسيك قطره يساوي 10 كم حيث قدرت سرعته ب30 كم في الثانية نتجت عنه طاقة عادل 100 قنبلة هيروشيما وخلف اثارا في عدة بقاع من العالم اعتبرت عواقبه على الغلاف الجوي والغطاء النباتي سببا في اختفاء الديناصورات العلماء بما ان هذه الزواحف العملاقة المرعبة الان اصبحت منقرضة بدأوا يتساءلون ما هو السبب الذي ساهم في انقراض هذه الديناصورات فتوصلوا الى عرض هذه الفرضية ما معنى فرضية؟ عندما اقول فرضية بمعنى يمكن ان تكون صحيحة ويمكن ان تكون خاطئة هذه الفرضية مفادها ان كوكب الارض سقط عليه حجر نيزكي ما معنى حجر نيزكي؟ حجر موجود في السماء سقط واصطدم بالارض وجدت اثار هذا النيزك بالمكسيك قطر هذا الحجر النيزكي يساوي 10 كم اذا قطره 10 كم بمعنى حجر نيزكي عملاق جدا وقدرت سرعته اثناء السقوط ب30 كم في الثانية اثناء سقوطه بالارض السرعة كانت هائلة 30 كم في الثانية عندما استضم بالارض اكيد نتجت عنه طاقة هائلة تعادل انفجار مئة قنبلات هيروشيما اذا قنبلة واحدة هيروشيما سوف تؤدي بهلاك الارض التي تنفجر عليها وما ادرك بمئة قنبلة اكيد سوف تساهم في قتل هذه الديناصورات والقضاء عليها نهائيا خلف اثارا في عدة بقع من العالم واعتبرت عواقبه على الغلاف الجوي والغطاء النباتي سببا في اختفاء الديناصورات اذا الخص هذه الفرضية ان هناك حجر نيزكي استدم بالارض قطر هذا الحجر النيزكي 10 كم سرعته اثناء السقوط 30 كم في الثانية نتجت عنه طاقة تعادل انفجار مئة قنبلة هيروشيما وهي التي كانت سببا في انقراض هذه الديناصورات الا انها تبقى مجرد فرضية يمكن ان تكون صحيحة ويمكن ان تكون خاطئة اليكم النتيجة بالنسبة لهذا الدرس اولا اهمية دراسة المستحثات التعارف على اشكال الحياة في الازمنة الجيولوجية القديمة لاعطاء فكرة كافية عن المجموعات المنقرضة بمعنى التعارف على المناخ كيف كان في قديم الزمان في تلك المنطقة ثانيا فرضية اختفاء الديناصورات على وجه الارض بمعنى انقراضها هي فرضية استدام كوكب الارض بنيزكي او بحجر نيزكي قدره حوالي 10 كم وجدت اثاره في المكسيك بحيث نتج عن هذا الاستدام طاقة عادل مئة قنبلة هيروشيما وخلف اثارا في عدة بقع من العالم واعتبر تعواقبه على الغلاف الجوي والغطاء النباتي سببا في اختفاء الديناصورات ويجب ان لا ننسى بان سرعته اثناء السقوط تقدر بثلاثين كيلومتر في ثانية هكذا نكون قد انهينا هذا الدرس وانهينا كل برنامج سنوات ثانية متوسط شكرا لكم على حسن المتابعة دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته